أكمل روس كوك عداء الماراثون للمسافات الطويلة مسيرته عبر قطع قارة أفريقيا بالكامل بعد وصوله إلى راس أنجلا في أقصى شمال تونس عقب السفر عبر 16 دولة في رحلة استمرت 352 يوما تضمنت تعارضه للسرقة تحت تهديد السلاح والمعاناة من التسمم الغذائي وبدأ كوك مغامرته في نيسان من العام الماضي في أقصى نقطة بجنوب القارة وهي قرية لاغوهالس في جنوب أفريقيا ثم وصل مسيرته نحو الساحل الغربي للقارة قاطعا مسافة تزيد على 16 ألف كيلومتر وكتب كوك عبر منصة X للتواصل الاجتماعي أول شخص على الإطلاق يركض بطول أفريقيا بأكمالها المهمة اكتملت وجمع رياضي سباقات التحمل الذي يطلق على نفسه اسم أصعب رجل أكثر من نصف مليون جنيه استرليني للأعمال الخيرية طوال الرحلة ترجمة نانسي قنقر